الدكتور صيف عن فتاح كتب عن فرق كبير بين مسافتين اسمع كده مسافتان مسافة السكة ومسافة الجبان التي لن تأتي أبدا والمسافة الصفر مسافة الأبطال حينما يثخنون العدو ويدمرون آلياته شتان بين المسافتين شتان بين الجبان وأهل الإيمان مسافتين فعلا يعني الحقيقة هم مسافتين فعلا يعني وبعدين العربيات دي اللي انت بتتكلموا عليها دي بتوحيموا الناس إن دي 500 عربية 500 شاحنة في 30 يوم وده اللوقت تبقيني 31 500 شاحنة كانت تكفي يوم واحد يعني كانت بتوع يوم واحد زمان قبل الحرب دي كانت الـ 500 شاحنة دي جزء من يوم في 31 يوم أو 32 يوم انت اللي عرفت تدخله ده اللي إذا عرفت يعني 500 وحاجة شاحنة بس ومعتدر دي مسافة السكة انت مش عايز توصل لهم أصلا النت مش عايز انت مش عايز توصل لهم كهرباء انت مش عايز تدخل الناس اللي عايز تتعالج انت مش عارف تدخل المصريين اللي عالقين على المعبر وجاي تقول لي مسافة السكة لما السادات اللي يرحموا عمل في أحد المطارات بعت قوات السعقة في مطار أوبروس تقريبا أو اليونان حاجة زي كده عشان تحرر طيارة وعمل عملية كده سميت وقتها وقتها بان ده شغل أصابات ياخي انت رئيس دولة كلم رئيس الدولة انما يبعت قوات السعقة ويعملوا انزال في المطار كانت النتيجة ان احنا فقدنا كتير من رجال السعقة لانهم طفوا النور عليهم في المطار ونزروا فيهم ضرب شغل أصابات مش شغل رؤساء الدول يعني مش شغل دول كده مسافة السكة فانا اكتشف ان فيه ناس زحفت على بطنها عند قوات الدعم السريع بتاعت اسمه اي ده حمدتي مسافة السكة فانا اكتشف ان فيه ناس رايح هتحارب في ليبيا مسافة السكة بقى انا اكتشف معرفش دول بقى اللي فقدناهم النهاردة دول والدفعنا دول فقدناهم فين فمسافة السكة تكتشف ان انا وعندنا واحد زعيم عصابة بيبعت بالنفر بيبعت كده بالراس ويقبض هو نعرفش قبض كام وما تقوليش جبت الكلام ده منيه لاني عباس كامل كان قاعد في التسريب بيقوله بيقول للسيسي احنا كان مفروض ايام حرب الخليج كنا قبضنا على الراس يعني تبعت انت طيارين وجنود وحاجات كده وبقان تقبض بقعت لك عايز كم نفر كأنك بتاع دودة يعني عارفت دودة انفرد دودة اللي بيلموا دودة دول عايز سبع وتمين نفر خلاص بكام يا عم الرأس بكذا وخلاص على كده دي مسافة السكة فرق كبير قوي فرق كبير بين مسافة سكة الجبان والمسافة صفر بتاعت المقاومة اللي بتوصل او بتواصل تصديها لتواغو الاحتلال وقلال الساعات الاخيرة اعلنوا انهم دمروا عدد من الالات العسكرية واستهداف جنود زي بتقول كده المقاومة تحطم تسع دبابات اسرائيلية تسع دبابات واليات عسكرية الاحتلال خلال الساعات والقسام تقتنس جنديا بغزة القيادة في حماس اسامة حمدان الحقيقة بيقول المقاومة هو اللي بيقول قتلت اليوم زابط بردبة كولونيل من وحدة شالداغ هو ده فعلا هو ده ده مسافة ده مسافة سفر شوف الجراف ده حصيل التدمير لاليات اه بس خلينا بس الاول نشوف حصيل التدمير لاليات ونرجع تاني لمسافة السكة مجاهدون يدمروا 136 آلية عسكرية من القوات التي دفع بها العدو الى جزء من مساحة قطاع غزة انت تعرف النهاردة كنت قدام خبر اسرائيل بدأت تلجأ للدبابة المركافة عندها مجموعة دبابات كانت في طريقهم للكهنة الدبابة دي برقم يعني الدبابات دي سواء الابرامز او المركافة دي دبابة برقم يعني مش عربية هونداي يعني يعني دي برقم النهاردة وقع قدامي خبر ان اسرائيل بدأت تلجأ لدبابات قديمة كانت هات كهنها عايز تدخلها في الحرب السؤال هنا هل ده نقص دبابات عندها ام انه عشان لو الدبابة ماتت او بازت يعني خلاص مش عايزينها الخبر ده كان قدامي النهاردة عد كده مر قدامي لكن معرفش اجيبه لانه الوقت يعني يعني اهو اه الشروق اللي قالت الشروق اللي قالت بعد تدمير المركافة جيش الاحتلال يلجأ للدبابات كان مقرر تخلص منها برافو عليك والله حبيبي والله هايل 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 ها بس اعلنت صحيفة يدعوة احرانوات الاسرائيلية ان جيش الاحتلال قرر انشاء كتيبة مدرعات جديدة ان الاحتياط ضم دبابة مركبة تلاتة من النمازج القديمة التي كان مقرر تخلص منها وذلك بسبب النقص في المدرعات جراء الضغط الميداني على الجيش نتيجة تعادل جبهات القتال ده يا عمي الخبر عشان بس ايه الحمد لله موجود في يدعوة تحرانوات ونشرت الشروق يقول لي مسافة السكة وعمين تهللوا علشان عربية تنقل ما نعرفش جواها ايه الشاحنة دي مش كلها حاجة يعني وده اللي خلقه الأستاذ في رأس أبو هلال بقوله رئيس أكبر دولة عربية حرفيا حرفيا بيشتغل حرفيا بيشتغل موظف صغير عند الاحتلال تخيل مصر اللي هي تستطيع اعادة سيارات السعف الاسطنائية نقلت لها حالات حرجة من مستشفيات غزة لأنها لم تحصل على موافقة اسرائيل بالسماح بعاولة هذه السيارات وتيجي تقول لي مسافة السكة